او محدش بيرعاه بيرعاه اسرته من بعده لا النهاردة بيتقلك اهو عندك هزي الشهادة اتفضل اشتري الشهادة عليها عائد نسبته كذا بتاخد طول ما الشهادة موجودة ولكن انا كمان ليه رجاء انه الحلقة الماضية لقيت بعض الناس بعتولنا وما كانش فيه وقت ان احنا نتكلم عن ده واحنا حلقتنا النهاردة جزء تاني مع ضيوفنا عن شهادة امان المصريين لانه الشهادة من 18 سنة ل59 سنة فلقيت اللي هو من 60 سنة قالوا طب واحنا اخبارنا ايه طب واحنا مش موجودين يعني احنا كمصريين مناش هذا الحق ما احنا برضو عندنا وبنشتغل وما عندناش تأمين على حياتنا والشركات ولا الجهات ولا حد بيأمن علينا وما عندناش تأمين طب احنا ايه نموت يعني قلت لهم لا مش ممكن تموتوا انت ولاد مصر زيكم زي الشهادة موجودة ليهم النهاردة واتمنى اتمنى انه ايضا يتم اطلاق الشهادة لكل المصريين ما تبقاش قاصرة على فئة من 18 ل59 يمكن دراسات عملت او قالت انه دي الفئة اللي هي شغالة اكتر لا فيه ناس كمان فوق 59 ستين سنة مو بيشتغل مو عامل اجري يعني بيشتغل بالاجرة باليوم ما بيقولش سنه كام هو ده على فئة بيشتغل بياخد يومية خمسين ولا عشرين ولا تلاتين ايا كانت في الزرع هنا او بيروح مع بيشتغل في التشيد او بين النقلة معينة او بيشيل الطوب او حتى بيشيل مش عارف ايه يعني هو شغلته اليوم يومية مهدول كمان اتمنى اتمنى ان احنا كمان تشملهم الشهادة لنهى شهادة امان المصريين ميبقاش من 18 ل59 تبقى خلاص اطلاقا من اول سن الثمنتاشر لو بداية السن يقدر لو يقدر يشتغل او يشيل اسرة لحد ما ربنا يكرم الجميع اتمنى ان يكون هناك آآ نسبة كبيرة تدخل في هذه الشهادة ايضا مع النسب اللي هي موجودة وبالتالي يبقى متاحة الشهادة لكل المصريين اللي يقدروا بيشتغلوا في هذه القطاعات المختلفة سواء حكومة او قطاع خاص وسيد الرئيس كان ناشد كل رجال اعمال ناشد الشركات اللي بتأمين على حياة المصريين الموجودين عندهم وقال انه دي حاجة بسيطة جدا وقال حتى تكون لربنا يعني لو حتى بتعملوها تتحملوا ولكن انت بتعملها عشان ربنا خلاص يوم انت يعني ربنا اللي هو هيكافأك على هذا الاجر اللي هو انك بتقف جنب اهل او ابناء مصر اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وامبارح كان فيه توقيع لهذا الامر في مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل كان شاهد توقيع هذه الاجراءات الخاصة بالشهادة بين بنك المركزي والمسؤولين عن التأمين على حياة الشركة المصرية التأمين على الحياة وزي ما بقول لحضراتكم الاقبال اللي احنا ما كناش متوقعين يكون موجود في البنوك الوطنية والبنوك المختلفة اللي يطرح هذه الشهادة شهادة امان المصرين هنتكلم عن الشهادة مع ضيوفنا الكرام اللي يشرفونا النهاردة لانه نفتح المجال كمان لحضراتكم لكن انا رجائي كمان انه ما هو فوق التسعة وخمسين سنة كمان يدخلوا ويتم ضم ايضا هذه الاعداد لهذه الشهادة اللي هي بتخدم ملايين المصريين لما يتعملهم الكلام ده بصراحة الناس اللي ما عندوش تأمين وبيحس انه النهاردة بقى ربنا كرمه بيحس قدي انه الدنيا بالنسباله بجد خير كتير جدا فيه فيلم معمول وانا بحي كمان